موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج العالم في اسبوع نستعرض في هذه الحلقة اهم الاحداث ونستقرأ التداعيات ونحلل التطورات ونتابع سويا في هذه الحلقة سبق التسلح بين روسيا والغرب يهدد مستقبل التسوية السلمية في سوريا تصويت العسكريين في مصر فتنة الديمقراطية وحقوق الانسان ما زالت بؤار التوتر في المنطقة على حالها فالصراع السوري مرشح لتصاعد مع تراجع نغمة التسويات السلمية لصالح صوت السلاح وسباق التسلح بين الاطراف المختلفة اما في مصر فالموقف يزداد اشتعالا مع حكم المحكمة الدستورية بمنح العسكريين حق التسويت في الانتخابات اما في تركيا تواصلت المظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي تشهدها اسطنبول وعدد من المدن التركية على خلفية الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة التركية في مواجهة محتجين على بناء مجمعات تجارية في موقع حديقة بميدان تقسيم فلنتابع احرزت سوريا تقدما نحو انهاء ازمتها من خلال تنصيق جهودها بخطين متوازيين الاول دبلوماسي عبرت عنه باستعدادها للمشاركة بجينيف بلا شروط والثاني عسكرية عبر نجاحها في استعادة زمام المبادرة وفرض السيطرة على العديد من المدن والبلدات التي استولت عليها المجموعات المسلحة وتزامن مع ذلك دعم روسي واسع على عدة جبهات كان اخرها اعلان موسكو انها ستزود النظام السوري بانظمة اس 300 للدفاع الجوي المتطورة في المقابل فشلت المعارضة في توحيد صفوفها واضطر الائتلاف السوري لتمديد اجتماعاته في اسطنبول التركية لمدة ثمانية ايام حتى يحسم امره على مستوى العضوية والقيادة والمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام بثمار التماطم استقبل محتجون غاضبون نواب البرلمان اللبناني الذين خرجوا من مقر البرلمان بعد اقرار مشروع قانون يسمح بتمديد ولاية المجلس التشريعي الحالي حتى نوفمبر من عام 2014 وذلك على خلفية عدم اتفاق الفصائل السياسية على قانون انتخابي جديد وتدهور الوضع الامني بسبب النزاع في سوريا المحتجون اعتبروا ارجاء الانتخابات دفنا للديمقراطية واقرت كل الكتل النيابية القانون الجديد باستثناء الطيار الوطني الحر بقيادة الزعيم المسيحي ميشيل عون الذي اكد نيته الطعن على القانون امام المجلس الدستوري تتسارع واتيرة المشهد السياسي المصري مع تجاوز اعداد استمارات حملة التمرد لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي التي وقعها المصريون السبعة ملايين توقيع وجاءت المفارقات اللافتة بالعديد من المحافظات عند المقارنة بتفوق توقعات السحب الثقة على الاصوات التي حصل عليها مرسي في الانتخابات في عدد من المحافظات وعلى رأسها الدقاهلية بانتظار 30 من يونيو موعد مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي الحكم ويأتي ذلك بالتزام مع الجدل والقلق المتصاعدين في مصر حول اعتزام اثيوبيا بناء اسد على النيل وهو ما دفع رئاسة الى تصريح بعدم قبولها المساس بحصة مصر من مياه النيل وانها بانتظار تقرير لجنة الخبراء الدولية المعنية بتقييم اثار سد النهضة المسمع بنائه تحتدم المنافسة بين المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية الايرانية مع بدء حملات من الانتخابية فبينما وعد وزير الخارجية السابق علي اكبر ولاية بضبط التضخم خلال مائة يوم تعهد رئيس بلدية طهران الحالي محمد باكر قليباف باعادة الاستقرار الاقتصادي خلال عامين اما سعيد جليل المكلف بالمفاوضات في الملف النووي فيريد اقامة اقتصاد مقاومة ويشكل المرشحون جبهة موحدة حين يتعلق الامر بحق ايران الشرعي بالطاقة النووية المدنية رغم مساعي القياديين لاحتواء التوترات ومحاولات رجال الدين للتقريب ولم الشمل تتجه الاوضاع الامنية في العراق نحو مزيد من التردي من خلال الهجمات والتفجيرات المتلاحقة التي تود بحياة العشرات يوميا وهو ما دفع الامم المتحدة الى التحذير من خطوعة تصعيد العنف وما يبلور حجم الوضع المتدهور هو ما اكده مسؤولون حول مقتل اكثر من الف عراقي في تفجيرات على مدى شهرين بسبب اعمال العنف الطائفية تتواصل في اسطنبول الاحتجاجات في مدان تقسيم بواسط المدينة واطلقت الشرطة التركية الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه لمنع المزيد من المحتجين من الوصول الى الميدان ودفعت الاشتباكات في اسطنبول الى تنظيم مظاهرات في مدن اخرى لتتحول الى اعنف احتجاجات ضد حكومة اردوغان منذ سنوات واعربت وزارة الخارجية الامريكية عن قلقها من عدد الاصابات خلال التظاهرات في تركيا ودعت الاحترام وتعزيز الحريات الاساسية للتعبير والتظاهر من جهته شدد الناطق باسم المفاوضية الاوروبية ستيفان فولي على حماية المظاهرات مؤكدا ان المفاوضية تدين استخدام العنف المفرد من جانب الشرطة ووعد وزير الداخلية التركي معمر جولر بالتحقيق في تجاوزات الشرطة في تعاملها مع المتظاهرين يوما بعد يوم ينتسحب امال التسوية السياسية للازمة السورية من صدارة المشهد لتتوارى خلف الظلال التي يخلفها غبار المعارك العسكرية ووفق ما توحي به المواقف الدولية حتى الان فان خيار تسليح فرقاء الصراع الدائر في سوريا قد خطأ اشواطا عملية في حين ان الحل السلمي المفترض لا يزال نظريا يتخبط في اطار الشروط والشروط المضادة والتوافق يبدو بعيدا في الافق رغم الرهانات الغربية المستمرة على توحيد تيارات المعارضة وتسليحها بدأ الاتحاد الاوروبي تنفيذ العقوبات الجديدة التي تستثني بند تصدير السلاح بينما يبقي ترسانة الاجراءات المسلطة على الحكومة السورية واقر الاتحاد الاوروبي رسميا رفع الحظر عن تسليح المعارضة في سوريا ونصت تعديل الجديد على الغاء الحظر على الاسلحة المخصة للاقتلاف السوري المعارض وعارضت النمسا وست دول اخرى في الاتحاد هذه الصيغة الا ان ضغوطات فرنسية وبريطانية ادت الى صدور القرار في النهاية وتدعم لندن وباريس تخفيف الحظر السلاح وترى الدولتان ان هذه الخطوة ستدفع نحو الوصول لحل سياسي للازمة السورية لكن العديد من دول الاتحاد الاوروبي تعارض رفع الحظر على السلاح وأصيب الاتلاف السوري المعارض بالشلل بسبب الخلافات والتجذبات بين مكوناته المختلفة وأيضا بين داعميه الخارجين وأجنداتهم المختلفة أما النظام السوري فإنه يبدو أشد مما كان عليه منذ فترة طويلة بعد تراجع مسلح المعارضة وتحقيق الجيش السوري لتقدم على جبهة عدة خاصة منها القصير وقد تفاقمت أزمة في صفوف المعارضة السورية بعد عرض تمثيل رمزي على كتلة لبرالية مدعومة من الخارج في الاتلاف السوري الذي يهيمن عليه الإسلاميون هذا تطور تزامن مع اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل ولقاء وزيري الخارجي الأمريكي جون كيري والروسي سيرجاي لافاروف في باريس لمناقشة تفاصيل مؤتمر جينيفا الثاني الاستخبارات الأمريكية أعلنت من جانبها أنها لا تزال قلقة من تسليح المعارضة السورية وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الإلغاء الأوروبي للحظر المفروض على الأسلحة السورية جعل واشنطن أقرب إلى تسليح المعارضة مشيرا إلى أن خطر سقوط الأسلحة في أيدي جبهة النصرى وتنظيم القاعدة هو السبب الرئيسي في تردد واشنطن وظهرت بوادر خلاف بين كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخصوص المسلحين السوريين وهو ما برز في الشهادة التي أدل بها وزيراء الخارجية والدفاع أمام الكونغرس حول جدوى التدخل في الصراع وكان الجنرال مارتن ديمبسي قد أكد أن الأنخراط بشكل أكبر في الأزمة السورية سينطوي على العديد من المخاطر فيما أوضح جون كيري أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وطيد مع اعتلاف المعارض السوري واصفا دور واشنطن بالإيجاب في عمليات تسليم الأسلحة التي تتم بمباركة أمريكية وسط هذا الجدل تبقى قضية تسليح المعارضة السورية رهينة التجاذبات والتفسيرات الدولية والإقليمية فمن يعارضون إرسال الأسلحة يعتبرون أنها تؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي في حين أن من يدافعون عن التسليح مقتنعون بأنه يقود إلى نتيجة معاكسة وللمزيد بشأن سباق التسلح المستعر في سوريا والتوازنات العسكرية للأسلحة التي تدفع بها أطراف دولية لأطراف الصراعة كنا قد أجرينا لقاء مع المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي العميد متقاعد ولد سكرية فلتابع اللقاء السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم حضرة العميد المتقاعد والنائب في البرلمان اللدناني وليد سكرية في هذا اللقاء الخاص عن السباق نحو التسلح أولا كيف يمكن النظر اليوم لسباق التسليح الحالي في سوريا وروسيا من جهة والاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب آخر أو من جهة أخرى طبعا الصراع في سوريا له بعد إقليمي وله بعد دولي الصراع في سوريا قد يحدد مستقبل المنطقة مستقبل الشرط الأوسط إما أن تبقى تحت الهيمني الغربية الدعمي لإسرائيل وتكون إسرائيل هي القوة العظمى في المنطقة فيدخل العالم العربي في العصر الصهيوني لأن كلنا بدنا نروع السلام مع إسرائيل وإما أن يوجد توازن استراتيجي مع العضو الصهيوني أو كاسر لهذا التوازن ومتفوق عليه بما يلغي دور الصهيوني في المنطقة بهذه الحالة تتحرر شعوب المنطقة التي تقرر مصيرها بإرادته وفق مصالح شعوب المنطقة في هذا النطاق ما هو نظام S300 ولماذا هو كاسر للتوازن؟ إسرائيل الطيران اليوم يستطيع رمي صواريخ من مسافة تفوق المئة كيلو متر يعني الصواريخ المضادة للرادارات التي يرميها الطيران اليوم مدها 100 كيلو متر هو أكثر الهارم الأمريكي مدها 100 كيلو متر الستاندر آرم النموذج الأول الذي استخدمته إسرائيل لضرب الدفاع الجو السوري في إشتياح 82 كان مدها 80 كيلو متر سوريا الدفاع الجو المتوسط المدها مدها 40 50 كيلو متر طيب الطائرة إذا رمى الصواريخها من مسافة 80 كيلو متر والدفاع الجو يصل حتى 40 كيلو متر ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع شيئا الأستلات مية إذا كان مدها 200 كيلو متر لأنه هو نموذجين في نموذج مدها 200 كيلو متر وفي نموذج مدها 200 كيلو متر إذا كان كما قيل مدها 200 كيلو متر هذا يعني أنه يستطيع أسقاط الطائرات الإسرائيلية من خارج مدى أطلاقها للصواريخ يعني إذا هي بدأت تطلق صواريخها من مسافة 80 كيلو متر هو يستطيع أسقاطها على 150 كيلو متر و200 كيلو متر يعني يستطيع إسقاط الطائران الإسرائيلي فوق فلسطين المحتلية فوق حيفا وحتى يمكن في وسط فلسطين من جانب الآخر ما هي نوعية الأسلحة التي من المفترض أو من المتوقع أن تقوم فرنسا وبريطانيا بتزويدها للمعارضة السورية؟ بزودوها بأسلحة لا تشكل خطرا على العالم الغربي خاصا العالم المدني يعني قادرين أنه يبطلوها اليوم مثلا الطيران المدني أصبح بمعظمه خاصا في العالم الغربي مزود بأجهزة تشويش ضد الصواريخ القصيرة المدى التي ترمع عن الكثف مثل السام 7 وهذه النماذي فبهالحالة حتى لو وصلت ليد جبهة النصرة لن تؤثر على الطيران الغربي وتسقط طائرة ولكن في منظومات أكثر تطور مثل السينجر السينجر لا يشوش عليه لأنه يوجه بنظامين مختلفين ما دون حراري وما فوق بنفسجي فبهذه الحالة إذا وصل ليد جبهة النصرة ممكن أن يسقط طائرة أمريكية أو طائرة بريطانية أو فرنسية فيها ركب كفنظيم قادي لن يزودوها بهذه المنظومات المتطورة بيزودوها بمنظومات هم يستطيعون التغلب عليها وتأمين حماية مجتمعهم من مخاطرة هلأ بيزودوهم بهوين للرمي للقصف بيزودوهم بصواريخ أرض أرض لا يمكن أن يكون تسليح المعارضة أو أن يأتي تسليح المعارضة بديلا لعملية التدخل العسكري في سوريا لا يمكن تدخل العسكري المباشر في سوريا من الخارج يعني من دول الغربي هم فكروا بذلك في بداية الأحداث ولكن الفيتو الروسي الصيني كان واضحا أنه أن ممنوع التدخل الخارجي وعندما دول كبرى كروسيا والصين تضع فيتو في مجلس الأمن الدول الغربية تفهم ما معنى الفيتو أنكم أنتم تهددون المصالح الاستراتيجية لنا وهذا قد تؤدي إلى حرب أو تؤدي إلى مضاعفات على المستوى العالمي هم يفهمون ذلك وبعد منها ما أقدموا على عمل السؤال الأخير لحضرتكم حضرة العميد ما هو مستقبل التسوية السلمية اليوم في ظل هذا التصابق نحو التسلح؟ يعني علينا أن نقرأ أنه ما هي أبعاد هذا الصراع وما هي القوى المتصارعة وما هي مصالحها الاستراتيجية وما هو الممكن أن نقول أن نتيجة الصراع سيسقط النظام فبالنهاية تحكم إسرائيل الشرق الأوسط تنتهي سوريا كدولة مواجهة وتصبح حزام أمني لإسرائيل ويصالح العرم العربي إسرائيل من موقع الضعيف فيدخل في عصر الهيمن الصهيوني المتحالفي مع أمريكا أو أنه تسقط سوريا كدولة حليفة لروسيا فتخرج روسيا من الشرق الأوسط ومن البحر الأبنى التوسط يعني في إلعى بعض حتى الآن بقولك لا لا يمكن أمريكا ما أدرت طلع روسيا من المنطقة والنظام روسيا سوريا ستبقى دولي صديقة لروسيا وستبقى روسيا في البحر الأبنى التوسط وستبقى في سوريا وعندما تزوج سوريا بأسلحة متطورة كالأسلاتمية وليخونت وهي أحدى الصواريخ تمتلكها روسيا هذا مؤشر أنهم باقون ضامنون بقاءهم في سوريا وأن هذه الأسلحة لن تذهب إلى معسكر معادلهم فتصبح بيد أمريكا وحلف الأطلس هذه واضحة الصورة العميد المتقاعد ونأف البرلمان اللبناني وليد سكري على هذه المقابلة مشاهدين الكرام شكرا لكم فاصل مشاهدين الكرام تتابعون بعده تصويت العسكريين في مصر بين الرفض والقبول ابقوا معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد والآن إلى مصر حيث شهد مطلع الأسبوع الماضي قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بحق أفراد الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات النيابية تطبيقا لقاعدة المساواة بين المواطنين لكن السؤال الجوهري هنا هو هل مصر مستعد لهذه الخطوة حاليا وهل يصب ذلك في صالح البلاد وديمقراطيتها وتعدداتها الآن أم أنه قد يكون باب جهنم الذي تدخل منه كل الشرور وعلى الفور تباينت ردود الأفعال زاء قرار المحكمة بين مؤيد للقرار على اعتبار أنه يتماشى مع القواعد الديمقراطية وآخر معارض له لاعتبارات الأمن القومي للبلاد تطبيق هذا الأمر في اللحظة الرهنة غير ملائم وغير مناسب وقد يفتح الباب إلى مشاكل لا حصرة لها يعني علينا أن نتخيل نحن في مصر الآن نعاني من مشكلة كبرى اسمها الاستخطاب السياسي القوى السياسية نفسها غير قادرة حتى هذه اللحظة على فكرة التوافق السياسي بينها وبعضها فكيف تدخلين عنصرا خطيرا اسمه تصويت العسكريين العسكريين هناك جدل أيضا يتعلق في الشرع السياسي المصري بمدى دور الجيش هل له دور في الحياة السياسية أم لا البعض يحاول أن يستدرج الجيش إلى اللعبة السياسية فأتخيالي أن هذا الأمر إذا نجحنا فيه يعني إذا نجح المخطط فيه استخطاب القوات المسلحة للعمل السياسي أو التصويت لأننا عندما أسمح للأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت فالمعنى المبدئي أنني سأسمح لهم أن يعملوا في الدعاء الانتخابية أن يقول أن الوحدة العسكري رقم كذا ترشح المرشح الفلاني سلاح البحرية مع المرشح العلاني هذا الوضع إذا طبق الآن سيتسبب في ضرر خطير جدا لأمن القومي قد يؤدي إلى تفكيك الجيش وتحوله إلى فصائل وكتائم متنحرة بناء على الوضع السياسي الخطورة في المجتمعات التي تعاني من تعيش مرحلة انتقالية أنك عندما تزجين بالجيش والمستسر العسكرية والمستسر الشرطية في الوضع السياسي فأنت تفتحين باب جهنم أمام شرور كثيرة خصوصا أننا غير قادرين على حسم الجدل السياسي فبالتالي لن نكون قادرين في هذا الوقت على تحمل الانقسام الذي قد ينجم عن مشاركة العسكريين في السلطة النقطة المهمة أيضا أن مفترضا أن القوات المسلحة الشرطة هي التي تحمي مركز التصويت والقوات المسلحة أخذت على عتقها كما أعلن للواع فتاح السياسي قبل أيام أنها ستساهم في حماية اللجان وتأمينها وضمان النزاها عندما تسمحين بدخول القوات المسلحة إلى السياسة فهناك يعني معضلة نظرية أن القوة التي يفترض أن تحمي صناديق الانتخاب وتضمن نزاهتها لها هوى سياسي معين فكيف يستقيم الأمر كيف سأحمي هذه المكان وهذه الصناديق وأنا لي غرض أن أؤيد هذا الشخص أو ذاك سنتخيل رئيس لجنة من الشرطة أو من الجيش وهو مرشح يحب حزب الوفد على سبيل المثال أو حزب الحرية والعدالة وسيكون هناك تنافس في هذه الدائرة أو في هذه اللجنة قد تنجم يعني قد يتهم البعض أن هذه القوة من الشرطة أو من الجيش إن حازت لهذا الطرف أو ذاك أتصور نحن نحتاج إلى فترة ربما من خمسة إلى عشر سنوات تستعد فيها القوة السياسية تكون الديمقراطية قد تلسخت ويكون الجيش والشرطة قد أصبح تحولوا إلى مؤسسات أمنية محترفة الأولى تحمي الحدود والثانية تحمي الأمن الداخلي وبالتالي عندما نسمح لهذا التصويت لا يكون افتئات على الديمقراطية ولا سببا في الانقسام ويكونوا قد فهموا الفارق بين التصويت كعملية حق باعتباره مواطن مصري كامل وبين التصويت باعتباره تحيز لحزب أو لجماعة أو الفئة المؤيدون للقرار ينطلقون من أن الدستور أعطى أفراد الجيش والشرطة الحق في التصويت وطالبوا بوضع قوانين تفسر المواد الدستورية بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين لم تأتي المحكمة الدستورية بجديد إنما هي أعمالت حقها الدستوري بمجاب الدستور الذي صنعه من يحكم الآن ولا أحد يستطيع أن يتقول عليها بأنها تقول النص بغير المختضى هذا غير صحيح من يفهم في القانون وفهم في المواد الدستورية الموجودة داخل نصوص الدستور الحديث يقول أن المحكمة الدستورية قد أصابت عيد الحقيقة حينما قالت أن من ينتمي إلى الجيش أو من ينتمي إلى الشرطة أو مثله مثل القاضي الذي لا يمنع بنص قانوني من الإدلاع بصوته في أي انتخابات تجري داخل مصر سواء كان استفتاء على دستور أو على وضع حال ما أو حق أيضا في أن يدلي بصوته في انتخابات برلمانية أي أن كانت تخص مجلس الشعب أو مجلس الشورى لكن مقتضيات العمل هنا يبدو أن الحديث له أهمية يستطيع المواطن المصري أن يمارس حقه في الانتخاب لكنه في ذات الوقت يستطيع أن يتنازل عن ممارسة هذا الحق تستطيع هيئات الشرطة وهيئة وزارة الدفاع أن تقول لمنتسبيها أرجوكم حتى لا تدخل في أتون السياسة لا تذهبوا إلى صناديق الانتخابات بهذا هو الأمر المشروع الذي يتلاءم مع الحق الدستوري الممنوح لهم من يملك الحق له الحق أن يتنازل عنه لكن لا أحد يستطيع أن يتحدث عن تغول المحكمة الدستورية عن سلطة الشرعية لأن هذا أمر غير صحيح المحكمة الدستورية عملت حقها في الرقابة الدستورية السابقة على القوانين الحياة السياسية في مصر نحن مع بقاء الجيش المصري مؤسسة عسكرية محترفة مهمتها هي الدفاع عن الأمن القومي المصري عن حدود وسيادة هذا البلد وهي ضامن من ضمانات استمرار واستقرار الدولة الوطنية المصرية الحديدة لكن ليست هناك قاعدة ديمقراطية تقول أن عدم تصويت رجال القوات المسلحة هو شرط من شروط الديمقراطية فإذا كانت القاعدة تقول أن المسألة هو أن التصويت هو حق من حقوق الموطنة وإذا كان هذا الحق سيمارس بطريقة ديمقراطية بدون تزييف وبدون توجيه من المؤسسة نفسها لرجال القوات المسلحة المنتمين إليها وستتم تحت إشراف قضائي فهذا يعتبر ممارسة لإحدى حقوق الموطنة إحدى حقوق الموطنة هي حق التصويت وبالتالي إذا كان الأمر سيتم في السياق اللي قلت حالك عليه وبدون إقحام الجيش في العملية السياسية فأنت بتدي لمواطن مجند بالصدفة في هذه الفترة التي تجرى في هذه الانتخابات أن يدلي بصوته دون توجيه ودون تزوير ويبقى الشارع المصري هو الفيصل للحكم على هذه الخطوة التي تزيد من تعقيد وإرباك المشهد السياسي في مصر انقلب الخلاف الذي فجره قرار المحكمة الدستورية العليا بالسماح لعناصر القوات المسلحة والشرطة بالتصويت في الانتخابات إلى أحدث ساحات الجدل السياسي في مصر حيث سيكون من حق مئات الألاف من أفراد الجيش والشرطة المشاركة في العملية الانتخابية بعدما ظلت علاقتهم بها لسنوات قاصرة على التأمين والتنظيم طالما ما فيش نص في الدستور يبقى له الحرية ولو الحقية وعملية تنظيمة آليات التطبيق دي عاوزة إزاي نحط آليات التطبيق وفقا لمعايير تتيح لهم الفرصة للاشتراك في تأمين الانتخابات أولا وفي نفس الوقت بيإدلاء أصواتهم ثانية المحكمة الدستورية تقول إن قرارها يرسي مبدأ المساواة بين المواطنين ويساوي بين الجميع في الحقوق ولكن لا شيء في مصر بعيد عن الجدل السياسي حيث أعلن حزب الحرية والعدالة عن تحفظه على القرار واعتبره تسييسا لمؤسسات أمنية محذرا من دخول مؤسسة كالجيش في السياسة نبعد الشرطة والجيش عن التعصب وما بقاش فريق ميل للنحة دي وفريق ميل للنحة دي علاوة على إن الجيش والشرطة ده المعمولين ليه معمولين لحفظ الأمن داخليا وخارجيا يبقى أنا ليه أشغلهم في انتخابات وأجيب الناس اللي برة تنتخب ولا كده وهيبقى الانتخاب إزاي المفروض إن الشرطة والجيش دول ناس تخصصهم الأمن وهم اللي بيأمنوا اللي جان فمعنى إنه هم يبقوا مليهم صوت بالنسبة للانتخابات ده يأثر على الانتخابات نفسها القوات المسلحة لم تعلن أي موقف رسمي بشأن القرار إلا أن مؤيد القرار رأوا أنه تفعيل لحق المواطنة الذي يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز تقييده إلا لمبرر موضوعي ساحة جدل جديدة في مصر وما بين تأييد الطيار المدني ورافض الطيار الإسلامي لحكم المحكمة الدستورية يرى الخبراء ضرورة وضع ضوابط العملية التصويت إلا أنه لا يجوز منعهم لحقهم كمواطنين مصريين في التصويت في المقام الأول هشام حسنين لقناة الكوت الفضائية القاهرة مشاهدنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العالم في أسبوع تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المونى والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر